موسيقى موسيقى وبقليم ندوى علمية وطنية حول المكون العذري بمنطقة فودنون موسيقى تنظيم يوم النصح سيسي بالمخاطر المهنية ووسائل الحماية لفائدة عمال المركبات الصناعية بالمارسة موسيقى أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل مستهل النشرة من تندوف حيث أفادت مصادر مطلعة من مخيمة تندوف جنوب الجزائر بأن مجموعة تتكون من سبعين شخصا من سكان المخيمات حضرون من قبيلة أولاد تدرارين أقاموا اعتصاما احتجاجيا داخل مقر ما يسمى بالأمان العام للبوليساريو في الرابوني وأوضح ذات المصدر أن المعتصمين يحتجون على تورط مسؤولين في الجبل الانفصالية في فرار سجين مؤخرا من سجن ذهيبي علما بأنه كان محكوما بالسجن المؤبد على إثر جريمة قتل تقرير في الموضوع لمحمد مصطفى خيه مصادر مطلعة من مخيمات تندوف جنوب الجزائر أفادت بأن مجموعة تتكون من سبعين شخصا من سكان المخيمات ينحدرون من قبيلة أولاد تدرارين أقاموا اعتصاما احتجاجيا داخل مقر ما يسمى بالأمانة العامة للبوليساريو في الرابوني وأوضحت ذات المصادر أن المعتصمين يحتجون على تورط مسؤولين في الجبهة الانفصالية في فرار المدعو ديدي ولد أثمان بومبا مؤخرا من سجن ذهيبي علما بأنه كان حكم بالسجن المؤبد عام 2004 بعد ثبوت تورطه في قتل أحد أبناء عمومته المدعو قيد حياته ولد البخاري بومبا وتعد الاحتجاجات الحالية لقبيلة أولاد تدرارين داخل المخيمات بتندوف من ضمن مجموعة من الاحتجاجات تأخذتها القبائل الصحراوية هناك جراء الظلم وترد أوضاع حقوق الإنسان والتعسف في ممارسة السلطة من قبل قيادة البوليساريو فخلال السنوات الأخيرة عانى الكثيرون من هذه الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية لقادة البوليساريو وكلها تأتي في طار القمع والخرقات اللاقانونية الممارسة داخل هذه المخيمات أفراد قبيلة أولاد تدرارين المحتجين خلال هذه الفترة داخل مخيمات تندوف أكدوا بأنهم سيواصلون الاحتجاج والاعتصام الداخل ما يسمى بالأمانات العامة للبوليساريو بالرابونية احتجاجا على تورط مسؤولي الجبهة في فرار المدعو ديدي ولد عثمان بنبا المتورط في قتل أحد أبناء عمومته المدعو قيد حياتها ولد البخاري بنبا لغاية القبض عليه وإرجاعه للسجن لقضاء فترة عقوبته المحددة سنة 2004 في المؤبد وفي أخبار المجالس المنتخبة عقد المجلس الإقليمي لبوجدور بمقر عمالة الإقليم دورته العادية لشهر يناير وذلك بحضور عامل الإقليم ورئيس وأعضاء المجلس حيث عرفت الدورة نقاش مستفيد لجميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال التي تمت المصدقة عليها ونطلع على تفاصيلها في متابعة لبريغنان عروسي ومحمد شارع 12 نقطة أساسية على جدول أعمال دورة يناير العادية توقف في مستهلها أعضاء المجلس الإقليمي عند التداول بشأن وضعية قطاع الصناعة التقليدية بالإقليم قطاع أخذ حيزا مهما من مداولات أعضاء المجلس الذين تتبعوا عرض اللامس واقع وتحديات هذا القطاع الاستراتيجي قبل فتح نقاش أبرز المشاكل المطروحة وسبول الإقلاع بهذا القطاع الذي يشغل في أكبير من ساكنة المنطقة المجلس تداول أيضا بشأن اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء المجالس والعملات والأقاليم إلى جانب المسادقة والتصويت على برنامج تنمية إقليم بوجدور برسم السنة الفائتة اللي كانت النقطة الأولى هي دراسة وضعية قطاع الصناع التقليدية بالإقليم نقفنا على نقطة القوة ونقطة الضعف ناقصنا مجموعة من الأمور كتاني هذا القطاع نقطة الأخرى كلها التجهد في ما هو اجتماعي الدرجة الأولى قطاع الصحة اللي عقدنا معها أكثر من أربعة اتفاقية والخمسة اللي بنى مناسبة كمبشر الساكنة على أن مقبلين على بناء واحد وحدة اللي ستحتضلنا جهاز كانين اللي ستتوصلون من الوزارة هذه السنة إن شاء الله كذلك مجموعة من الوحدات اللي نبنات كتوسعة في المستشفى الإقليمي إن شاء الله لتكلفنا لكم مستقليمي باش نزهزوها بالأسير أو بما يخصها كذلك النقل ديال الناس المستضعفين اللي يمشوا الأقالي من الأخرى العيون الأقالي من الأخرى تكلف المستقليمي بتزويد سيارات لإسعافة بالوقود ديال هذه السيارات يعني مجموعة من النقاط اللي صبت في موه اجتماعي كذلك لقدمتنا واحد يتفاقية شاركة مع المجلس العلمي يتفاقية شاركة مع المندوبية الإقليمية للشبه بالرياضة والتي تناولت فيها وضع القطع الصناع التغريدي على مستهى إقليم وجدور ثم أهم الكراهات والصعوبات اللي تعترض طريق القطع ثم قدمت برنامج أولي لحاولت من خلاله تصلط على مجموعة من النقاط اللي يمكن لتترقي هذا القطع للأمام شاء الله الجلسة عرفت إبرام المزيد من الاتفاقيات في مجالات الصحة وإنعاش التشغيل والكفاءات المجلس تداول أيضا بشأن اتفاقية توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالإقليم على وتن كذلك على حزمة اتفاقيات شاركة مبرمة مع بعض المصالح الخارجية وجمعيات تعنى بالأعمال الاجتماعية الثقافية والرياضية اتفاقيات من شأنها دفع قدما بعجلة التنمية المحلية على مختلف المستويات الاتفاقية الأولى تنصب على تهيئة مصلحة الأشعة بالمستشفى الإقليمي لبوجدور الاتفاقية الثانية اقتناء مجموعة من السر والمعدات الطبية والاستشفائية لفائدة المجلس الإقليمي لبوجدور الاتفاقية الثالثة تخص دعم تنقلات المرضى الاتفاقية الرابعة تخص توفير طبيبة متخصصة في أمراض الكليم لفائدة مركز تصفية الدم وكذلك دعم مركز تصفية الدم بمجموعة من المساعدات التمردية في هذا الشأن وخلال هذه الدورات تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لنعاش تشغيل الكفاءات والمجلس الإقليمي ببوجدور من خلال هذه الاتفاقية إن شاء الله سوف نتمكن من دعم تنقل الباحثين على العمل من أجل تحسين قابلية تشغيلهم ومن أجل ولجوم لسوق الشغل اليوم تم المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الإقليمي لبوجدور والمندوبية السامية للقدماء المقاومة وعضاء جيش التحرير بموجبها تم تحويل مساهمة قدرها 100 الفدرهم لتوسيع فضاء الذاكرة التاريخية المقاومة جيش التحرير ببوجدور وبعد نقاش مستفيد شاركت فيه مكونات المجلس الإقليمي لبوجدور تمت المصادقة بالإجماع على تعديل القرار الجبائي للمجلس الدراسة والمصادقة شملت أيضا إعادة برمجة اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية النقطة الأخيرة تداولها المجلس تمحورت حول برمجة فائد ميزانية السنة الفائتة لترفع في الأخير برقية الولا والإخلاص لسدة العالية بالله فلاحيا وباسمارة حيث اختتمت صباح اليوم بدفع في ودي الساق الحمراء فعاليات الأيام التحسيسية حول تدبير المجالات رعوية خبراء في تنمية المراعي بحضور بيطارين وأساتذة ومختصين التظاهر تفاعل برنامج المديري الجهوي للاستشارة الفلاحية لفائدة حامل مشاريع الدعام الثانية بالإقليم وقد استادفت تنظيمات المهنية العاملة في زراعة الحبوب هذه الأيام كانت مخصصة لحاميلة مشاريع زراعة الحبوب في طار الدعم الثاني المغرب الأخضر كما تعلمون لدينا جميعياتين حاملتي مشاريع في طار الدعم الثانية بمبلغ يناهز تقريباً 880 مليون درهم هذه الجمعيات حصلت على مجموعة من الآليات كجرارات وآلات حصات اليوم خصصناه لحصة تكوينية لتستفيد عضاء الجمعيات من هذه الآلات وتعرفوا لها عن قرب يعني جلبنا مكوينين في هذه الطار من أجل يعطاهم مجموعة من المعلومات المتعلقة بالتشغيل وإصلاح هذه الآليات اليوم حصة تطبيقين إن شاء الله نتمنى نستفيد منها جميعاً الفلاحة التراث اليهودي بالجنوب المغرب كثروة حضرية يجب تتمنه والمحافظة عليه موضوع الندوة العلمية الوطنية التي دعت إلى تنظيمها بمنطقة إفران الأطلس الصغير بإقليم جليميم العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بتنسيقنا مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأقادير بشاركتنا مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة محاور هذه الندوة في متابعة لحافظ محضار غالي القرح وجمال الخصاصي هو جزء من التراث المعمارية التاريخية الذي خلفه الوجود اليهودي بمنطقة إفران الأطلس الصغير بإقليم جليميم والتي تقف معالمه شاهدة على مظاهر التعايش التي سادت بين مختلف مكونات المنطقة تعايش يبرز تعدد روافد التراث الوطني والهوية المغربية تعايشنا جميعا هنا في هذا البلد مع اليهود في محيط يسوده السلم والأمان كانوا يقبلون على مختلف أصناف التجارة كما برعوا في إتقانهم لعديد الصناعات ومن أهم هذه الصناعات الحلي وتحديد الذهب وفي مسعى لنفض الغبار عن جوانب من التراث اليهودي بالجنوب المغربي وتحديدا بمنطقة إفران الأطلس الصغير يلتأم هذا اللفيف من الباحثين والأكاديميين والجامعيين أملا في النبش في هذه الذاكرة الحية والتعريف بالتراث المادي واللمادي الذي تسخر به المنطقة خاصة الأرث العبري ومخلفات الوجود اليهودي بالبلدة على امتداد عقود من دول الهدف منها أولا هو التعريف التراث الحضاري في المنطقة باعتبار أنه أولا لبعد العبري هو بعد أساسي من أبعاد الهوية الوطنية المدستر في الدستور المملكة المغربية في 2011 كذلك الهدف أساسا هو التعريف التراث المحلي والبعد اليهودي والبعد العبري من بين هذا التراث الذي يجب تتمينه خصوصا في منطقة إفراء الأطل الصغير التي تعرف عدد من المآثير التاريخية وعدد من الموردات الحضارية التي ورثناها عن اليهودي الذي كان سكن المنطقة في مراحل غابر في التاريخ ما حاور هذه الندوة الوطنية بسطة السياق العام لوصول يهود إلى المغرب بشكل عام والجنوب المغربي تحديدا متداخلنا عدد صور وأنماط ومظاهر شتى أشكال التعايش بين اليهود المغرب والمسلمين في مختلف واحات الجنوب الشرقي مبرزين تشابه العادات والتقاليد وعديد الطقوس المحلية محاور الندوة فتحت قراءة سوسيو ديمغرافية حول الهجرة والتهجير مع تحديد الدوافع الإنسانية وتداعيات ذلك اليهود المغرب هو مكون من مكونات الأساسية للمجتمع المغربي هذا المكون الذي أعطى للمغرب عبر تاريخه حضورا مميزا في جملة من الدوائر وفي جملة من المجالات إن على مستوى السياسي أو الحضاري أو الاقتصادي أو الاجتماعي وبالتالي فنحن اليوم نأتي إلى هنا لنقول بأن الإرث اليهودي ماديا ورمزيا في المغرب هو إرث المغاربة أجمعين وهو إرث يجب أن يحظى بالتقدير والاحترام وبالتثمين وبإعادة الاعتبار من قبل كافة الفاعلين رسميا وشعبيا ومحليا وجهويا ووطنيا هذا الإسهام للعنصر اليهود المغاربة في التقافة والطورات المغربية هو سؤال موضوع هذه الدواء ومساهمته ستكون في الاتجاه حول قضايا معرفية ومنهجية التي يتيروا هذا الموضوع للإهتمام بالطورات من مستوى التشخيص إلى مستوى البحث فيه وتثمينه وبالتالي إعادة الاعتبار له لأنه إعادة الاعتبار له فيه إعادة الاعتبار لعنصر وركن أساسي من أركان وروافد الهوية والتقافة المغربية ندوة وطنية إذن قدمت مساهمة أكاديمية نفضة الغبارة عن مكون من مكونات التراث المغربية حيث أجمع الكل على ضرورة توجيه البحث والدراسة في مختلف تجليات التاريخ المحلي وحفظ المهتمين والباحثين على تكريس الجهود في هذا المصار الذي يستحق المزيد إلى اسمارة وفي الخبر البيئي حيث نظمت مؤسسة الأطلس الكبير الأمريكية المغربية قافلة أنشطة للتحسيس والتوعية بالمحافظة على الفعاليات استهدفت تلاميذ الوسط المدرسي وتخللتها عمليات تشجير وورشات في الفن التشكيلي كما يطلعون على ذلك الروبرتاج ليوسف زعواطي ومبارك البازة حصة التعليم هذا الصباح بحصة التربية البيئية فاعلون مدنيون ولجوا الفضاء المدرسي لإكساب التلاميذ والتلميذات هم صداقة البيئة داخل الفصل ورشات تفاعلية بشرحات ميسرة غايتها الفضلة تغيير السلوك الناشئة إزاء البيئة وضمان انخراطهم الطوعي ومشاركتهم الفعالة في التلمية المستدامة من خلال المحافظة على البيئة اليوم المؤسسة بشاركة بتنسيق مع مؤسسة الأطلس الكبير للجنوب للبيئة قامت بنشاط بيئي سواء على مستوى غس الشتلات أو على مستوى حضور عرض تحسيسي لفائدة التلميذات وتلاميذ مؤسسة القضاعيات حول الأهمية والعناية بالبيئة ثم حضور أنشطة رسم على الجدار لوحات تعبر عن أهمية البيئة ومدى العناية بها ومدى أهميتها في حياة الفرد والمجتمع الهدف منه هو تحسيس التلاميذ المؤسسات على التربية البيئية أيضا غرس قيم الأخلاق فيهم انطلاقا من المحافظة على البيئة وقمنا بورشات تحسيسية إضافة إلى غرس بعض الشتلات لأشجار مثمرة بباحة المؤسسة يحاكي التلاميذ والتلميذات مهام البستاني كيف يعد مرقدا للفسيلة ويتعهدها بالعناية حتى تورف الظلال حصة تفعل مضمون الورشات الموجهة لإذكاء الحس البيئي بين صفوف التلاميذ تعلمنا اليوم في ورشات البيئة أهمية البيئة وأن نغرس الشتلات والأشجار الصغيرة وعرفنا أيضا أهمية الرسم نغرسنا الشتلات والنباتات في المدرسة وكانت واحد الجولة زوينة وكان شكر المدير وكان شكر المدرسة مبادرة صديقة للبيئة مكنت المستفيدين من تملك المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة وصيانة حقوق الأجيال المتعاقبة في وسط بيئي متزن ومستدام في أخبار الدورات التكوينية نظم اتحاد الساقية والوادي دورة تكوينية بمدينة المرسل فائدة العاملات والعمال بالمركبات الصناعية حول موضوع مخاطر العمل ووسائل الحماية الواجب احترامها أثناء العمل المزيد رفقة محمد لمين القارح وصالح ركيبي دورة تكوينية يهدف عبرها المنظمون إلى التوعية بمخاطر العمل في المركبات الصناعية والوسائل والطرق الواجب اتباعها أثناء وبعد الانتهاء من العمل دورة تستهدف بشكل خاص العمال ومسؤولي السلامة والصحة المهنية حيث تراهن الجهات الحادنة لهذه الدورة على تنمية المعارف والمهارات وترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة لدى العامل الدورة تكوينية تهدف بالأساس التوعية والتحسيس العمال والعاملات والمهتمين بذل مجال دي السلامة المهنية بأهمية الانضباط والالتزام بمجموعة من المعايير التي تحفظ سلامتهم الدورة تطرقت للموضوع مهم جدا ويهم في فئة المستدفى عمال وعملات المركبات الصناعية إذن تعرف ألوع المخاطر كذلك السبول القانونية كيفية الولوج إلى المستدفى القانونية دورة تكوينية يصب منظمها إلى أن تشكل أولى الحلقات في سلسلة من الدورات والورشات التكوينية من أجل التحسيس والتوعية بمخاطر العمل داخل المركبات الصناعية والسبول الوقاية سعيا للحد من حوادث الشغل وعشية اليوم احتفت الأسرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالعيون بموظفين بمصلحة كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الذين تمت ترقيتهم خلال امتحانات الكفاءة المهنية وسط حضور للساهرين على تدبير المنظومة القضائية وفعالية محلية التفاصيل نتابعها رفقة علي الكبش ومحمد مشنانة تجويد العرض القضائي ونجاعة تدخلاته كمرفق عمومي مسعا يراود الجميع حول قطاع أساس في بنية المجتمع فالمرضودية الخدمية للمقدم قضائيا مرهونة بالعنصر البشري داخل أقسام المرفق عنصر لم تترك المنظومة القضائية نتائج ترقية بعضه كما دمج آخرين تمر دون مقاسمة الاحتفاء بمحصلة الاجتهاد والمثابرة لأعوام خلت في تأدية الالتزام الإداري وما يصاحبه من واجب يمليه الضمير المهني صور الاحتفال تكرس إحدى أوجه التواصل الداخلي بين الموظفين على اختلاف رتبهم يأتي تتويجا لمجموعة من المجهودات التي قام بها أطر وموظفي قطاع العدل بهذه الجهة وخاصة في محكمة الاستناف بالعيون الاحتفال اليوم يأتي احتفاءا بكاتب الضبط بنجاح كاتب الضبط في الامتحانات المهنية سواء امتحانات الإدماجة وامتحانات الكفاءة المهنية وهذا شرفنا كبير وشرف الهيئة كتاب الضبط وحلى فرحانين بهذا المستوى ويحثنا على أن نزيدوا العمل ونواصل العمل في طار المتازجية مردودية ممتازة في هذه الكتاب الضبط بعيدا عن الرتب كما الدرجات الإدارية اجتمعت المنظومة القضائية لتشارك بعضا من أطرافها لحظات العرفان باستحقاق الترقية والإدماج في مشاهد تبدو المساعي لجعلها تقليدا يقوي العلاقة بين الموظفين ويسهم في تحفيزهم على مواصلة التفاني والارتقاء بالمردود القضائي قيمة مضافة بالمجهود الفكري والمهني الذي بدلوه قيلة مسارهم المهني كما تعتبر صنة حميدة سنعمل على تسييدها على مستوى المهني وداخل المحيط الاجتماعي ويعتبر هذا حفل التكريم الذي نكرم اليوم هؤلاء الموظفين سنة حميدة قل سابقا ويندج من إطار تفعيل آليات التكوين والإدماج وكفاءات المهنية فرصة نهن فيها زملائنا في كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط والمحاكم كاملة والمدرية القرية على نجاحهم في الامتحانات المهنية وامتحانات الإدماج وهو تقليد بدأنا نتمنى نستمر فيه ونتمنى يكون بفرصة نحفز به زملائنا نفرح معهم نشاركهم وفرحهم استحسان الالتفات الداخلية يوازيه سعي جعلها بمثابة تقليد يكرس قيم العرفان والتحفيز لعمالات المرافق القضائية في مواصلة المنوط بهم عمليا ونبقى ضمن أجواء التكريم والعرفان حيث نظم النادي الرياضي والثقافي الكهربائيين احتفالية تكريمية لعدد من متقاعدين المديري الإقليمي للكهرباء بيجليميم احتفاليتنا تواجدت مجموعة من الأنشطة الإشعاعية التي أشرف عليها النادي حيث شكل الحفل مناسبة لتذكير والثناء على الخدمات التي قدمتها هذه الشريحة للقطاع على امتداد عقود النادي الرياضي للمكتب الوطني الكهرباء يقيم حفلا تكريميا لمستخدمي المكتب الوطني الكهرباء وكعادته كل سنة ونتمنى لهم حياة سعيدة والتوفيق في حياتهم المستقبلية إن شاء الله كشكروا لإخوان دينا اللي جاءوا من جميع العقاليم إخواننا المتقاعدين القدم وإخواننا العمال وأخواتنا اللي هم حتى هم جاءوا خلوا أولادهم جاءوا باش يشاركونا في هذا الحفل دينا مستجدات والصحف الوطنية الصادرة يوم غدنا الأربعاء في قراءة ليوسف زعواطي مستهل جولتنا اليومية بين جديد الصحف من يومية الأحداث المغربية وكتبت ترأس جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم أمسن الاثنين بالقصر الملكي بالربار حفلة توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2027 الذي كلف استثمارات بقيمة 115.4 مليار درهم وتحدد هذه الاتفاقية الشروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج الرامي لدعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية وبهذه المناسبة ألقى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبدالقادر عمارة كلمة أكد فيها أن هذا البرنامج المندمج والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية أخذ بعين الاعتبار الوضعية الهيدرولوجية للمملكة والدراسات المتوفرة حول هذه الإشكالية وارتكز على خمسة محاور أساسية وفي كلمة مماثلة بهذه المناسبة أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخ النوش أنه هو تنفيذا للتعليمات الملكية خاصة فيما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي فإن الشقة التزويد بماء ليس تتدخل جمالا على مساحة خمسمائة وعشرة ألف هكتار لفائدة مئة وستون ألف من الفلاحين ومن جهتها كذا وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي يرمي أيضا إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف يومية الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غد الأربعاء أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبدالرحيم الحافظي أن مدينة العيون ستتوفر قبل ما تم شهر يونيو من سنة ألفين شهر يونيو؟ آه يونيو يومية الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غد الأربعاء أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبدالرحيم الحافظي أن مدينة العيون ستتوفر قبل ما تم شهر يونيو من سنة ألفين وواحد وعشرين على محطة ثانية لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ ثلاثمائة لطرف الثانية ومن شأنها تلبية الحاجيات من الموارد المائية حتى سنة ألفين واربعون وأكد الحافظي على هامش انعقاد اجتماع المجلس الإداري لوكلة الحوض المائية الساقية الحمراء وهذا الذهب الذي ترأسه الجمعة بالعيون وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبدالقادر عمارة أن المشروع سيعزز محطة التحلية الأولى التي يحدثت سنة خمس وتسعين تسعمائة والف بقدرة إنتاجية تقدر بثلاثمائة لطرف الثانية وأضاف أن الإنجاز الثاني الذي سيستهدف مدينة العيون يهم محطة معالجة المياه العادمة التي تبلغ ثمانية عشر ألف وستمائة متر مكعب في اليوم لافتا إلى أن المشروع الذي سيجري الانتهاء منه خلال هذا العام سيشكل قفزة نوعية المهمة لمدينة العيون خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الخضراء وتطويرها صحيفة جودا الإلكترونية كتبت قالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها أن المكتب التنفيذي للكنفذرارية الإفريقية لكرة القدم سيعقد اجتماعا له على هامش نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة تلك المزمع تنظيمها بالعيون في الفترة ما بين ثمانية وعشرون يناير إلى غاية السابع فبراير الثاني وعشرون وجاء الإعلان عن انعقاد المكتب التنفيذي للكنفذرارية الإفريقية لكرة القدم بمدينة العيون خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة رئيس الجامعة فوزي لقجع الاثنين في العاصمة الرباط ويشكل انعقاد المكتب التنفيذي للكنفذرارية الإفريقية لكرة القدم ضربة جديدة لجبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر اللتان لا تدخران جهدا في عملية التشويش على المملكة المغربية ووحدتها الترابية في كل المجالات حيث ساعتا جاهدتان في وقت سابق لعنقلة تنظيم مدينة العيون كبرى حواضر لقاريم الجنوبية للحدث الافريقي الهام ويذكر ان وفدا عن الكاف قد سبق له زيارة مدينة العيون حيث تمت حاطته بالسير الاستعدادات لاستقبال العيون للتظاهرة الرياضية الهام كما قام بزيارة الميدانية لمختلف المرافق والمنشآت الرياضية بالمدينة حيث عبر الوفد الافريقي عن اعجابه بها مشيدا بسير الاستعدادات يومية الاتحاد الاشتراكي كتبت في عددها الصادر يوم غد الاربعاء اعربت الامم المتحدة عن ارتياحها لعبور مرحلة راري افريقي ايكورايس الابط بين المغرب وموريتانيا المنطقة العازلة بالقرقرات اليوم الاثنين بسلام وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة خلال مؤتمره الصحفي في نيويورك يسعدنا ان نلحظ ان راري افريقي ايكورايس قد عبر بسلام المنطقة العازلة بالقرقرات واشار دوجاريك في هذا الصدد الان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوثيريس كان قد دعا السبت الماضي الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل اي توثرات بعد تهديدات واستفزازات البوليساريو واتباعها الهادفة الى عرقلة مصاري الصباق كما شدد الامين العام على انه من المهم السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة والامتناع عن اي اجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة وقد جدد المتحدث باسم الامين العام التأكيد امس الاثنين على التزام الامم المتحدة بدعم الاطراف للتوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الاطراف للنزاع في الصحراء وفقا لقرارات مجلس الامن وتجدر الاشارة الى ان رالي افريقيا ايكورايس الذي يربط موناكو بذكار مرورا بالمغرب بما في ذلك القريم الجنوبية بلغ هذه السنة دورته الثاني عشر انتقل الى عفو الله تعالى المرحوم عبدالعزيز والمحمد عبدالله والكمال عن سن تنهز اثنتان وسبعين سنة الفقيد ينتمي لقابلة اهل بارك الله وانتقل الى عفو الله تعالى الزميل حسن بعد عن سن تنهز تسع وخمسين سنة الفقيد اشتغل بجهاز الدافع التلفزي وتقني بستوديو اذاعة العيون الجهوية وبهذه المناسبة الاليمة تتقدم اسرة القناة باحر التعازي لعائلة الفقيد وعن سن تنهز تسعين السنة انتقلت الى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة ومنت براهيم والحسين والمحمدات الفقيدة تنتمي لقابلة ايت الحسن انجورن كما انتقلت الى عفو الله تعالى المرحومة قبولة مسن العبد والبيه عن عمر تنهز ست وثمانين السنة الفقيدة تنتمي لقابلة الازرقين رحم الله الجميع واسكنهم فسيحة جنات والهم ذويهم الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون اللحظة نتوقف مع الورقة الخاصة باحوال الطقس حيث من المتقب ان تكون الاجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب الى صافية بكل ارجاء المنطقة درجة الحرارة نستهل من العاصمة الرباط اثنى ثانين وعشرون درجة احدى وعشرون درجة بتانطان عشرون درجة مسجلة بقليميم واربعون وعشرون درجة منتظرة بطرفايا ثلاثون وعشرون درجة منتظرة بالدخل وتسعة عشر درجة مرتقبة بأوسرد حالة البحر على الطول الساحل الاطلسي بالجنوب هائج وعلوم البحر سيطلوح ما بين المتر والمترين شرق الشمس بإذن الله سيكون على الساعة الثامنة وثمانين واربعين دقيقة اما الغروب فسيكون بحول الله على الساعة السابعة وستة عشر دقيقة اما بالنسبة لدرجة الحرارة المسجلة ببعض المناطق والعواصم المجاورة لبلادنا نستهل من وكشوت ستون وعشرون درجة تسعة عشر درجة مسجلة بزويرات أربع وعشرون درجة مرتقبة بآطار وثلاثون وثلاثون درجة منتظرة بباماكو قبل الختام التذكير بأبرز عنوين النشرة تابعنا ضمن النشرة من بجدورة الدورة العادية للمجلسي الإقليمي وبجنمي من دوتون علمية وطنية حول المكون العبري بمنطقة ودنون وبالمرصة تنظم يوم تحسيسي بالمخاطر المهنية ووسائل الحماية لفائدة عمال المركبات الصناعية بالمرصة ختام النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة